المترجم للقناة في بداية اللقاء رحب معالي الوزير بزيارة سيدة كورو إلى مملكة البحرين مشيدا بدور الأمم المتحدة في تعزيز الاستراتيجيات الدولية في مجال تحسين الأداء الحكومي الرقمي منوها معالي إلى الإنجاز النوعي الذي حققته البحرين في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام 2024 وتبوئها للمركز الثامن عشر عالميا لتكون ضمن الفئة الأعلى في طليعة دول العالم وأشار معالي إلى أن هذا الإنجاز الدولي جاء انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلال الملك المعظم حفظه الله ورعاه والمتابعة والدعم من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله حيث يكشف عن مستويات متقدمة في مؤشرات البنية التحتية للاتصالات والخدمات الإلكترونية ورأس المال البشري وأعرب معالي عن أمله في مواصلة البحرين تقدمها في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام 2026 في ظل المشاريع الرقمية التي تنفذها الجهات المعنية والاستمرار في انتهاج سياسات الابتكار وتوظيف التقنيات لتوفير أفضل الخدمات والنظم للارتقاء بقطاع تقنيات المعلومات والاتصالات وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تسهم في تعزيز التعاون الرقمي مع الأمم المتحدة في إطار توجه مملكة البحرين لتعزيز التعاون الإقليمي والعالمي في كل مناح التحول الرقمي